قمر أطل على البارية من حراء سان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء سان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهر بسم الله الرحمن الرحيم اللؤلؤ والمرجان ما هو الخلق الذي يعادل تسعة عشر الأخلاق الحسنة ما هو الخلق الذي يصف لنا ردات الفعل من الصحابة الكرام تجاه اضطهاد المشركين لهم ما هو الخلق الذي يضمن لك الود مع أحبابك ومن تحب ما هو الخلق الذي خلاصته ما بنته السنوات لا تهديمه الهفوات كل ذلك سنعرفه مع الحلقة رقم 16 من برنامج اللؤلؤ والمرجان قمر أطل على البارية من حراء سان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء سان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والجمال والكمال والنوال والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الرجال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من تهون بذكره غاية الأثقال وترخص لرعيته الأرواح والأموال النور الدائم ما تعاقبت الأجيال اللهم صلي عليه وعلى الآل وكذا الأصحاب وعلينا معهم برحمتك يا كبير يا متعال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام مع اللقاء رقم 16 من برنامج اللؤلؤ والمرجان لنقف اليوم مع خلق يعدل في ميزان الرجال تسعة أعشار الخلق يقول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول تسعة أعشار الخلق الحسن في التغافل في التغافل التغافل لنقف اليوم مع هذا الخلق مع هذا الفن مع هذه الثقافة مع هذه الفضيلة مع هذه العبادة التغافل التغافل مسعود بن محمد الهمذاني كان رجلا من كبار الصالحين وكثيرا ما كان يصفح عن الناس وكلما أساء إليه أحدهم ثم التقى به عفى عنه وقال الماضي لا يذكر الماضي لا يذكر ومرت السنوات ويموت هذا الإمام ليرى في المنام ذات يوم فقالوا ما فعل الله بك فقال أوقفني بين يديه وقال لي يا مسعود يا مسعود الماضي لا يذكر الماضي لا يذكر اذهب مغفورا لك ما محى الله عنه الماضي لأنه كان يمحو عن الناس ماضيهم أي إساءتهم له رحمه الله خلق التغافل عبادة التغافل فند التغافل أن تتعامل مع الناس بمبدأ عفى الله عما سلف أن تتعامل مع الناس بمبدأ أنهم بشر وأنهم خطاءون وأن الإنسان ممكن أن يصدر عنه أي فعل ما لم يحرم حلالا أو يحل الحراما خلق التغافل هل جربت ذات يوم قياس الرضى النفسي الذي يمتلكك حين تعفو عن إنسان ترى في عينيه مبدأ الاحترام لك لأنك عفوت عنه هل تذوقت نشوة شعورك وأنت تعفو عن إنسان وأنت تنظر إليه ثم تعفو عنه وهو يقابلك ويتكلم معك وكله خجل منك على ما قد فعل معك إنها لغة لا يفهمها إلا أصحاب النفوس الراقية إنها محاضرات قلبية تنفع المعلم والمتعلم تنفع الدارس والمدرس تنفع المدرب والمتدرب إنها محاضرات لا تحتاج إلى قاعات ولا إلى صبرات ولا إلى أقلام تحتاج إلى قلوب قلوب تنظر بعين يوم القيامة إنها لغة لا يفهمها إلا الكبار أيها الأعزاء هي رسائل مفعمة بالحب تقول ما بنته السنوات لا تهدمه الهفوات ما بنته السنوات لا تهدمه الهفوات خلق التغافل يعلمك أن تنظر إلى الناس إلى خيرهم جميعا وإلى ما صدر عنهم كل ذلك يوضع في الميزان حين تحكم على الإنسان من موقف واحد وتنسى معروفه وتنسى إحسانه وتنسى الجميل الذي فيه فقد قطعت أوصال الود بينك وبين من تحيب خلق التغافل يضمن للعوائل أن تبقى متآلفة أن تبقى على قلب واحد إذا حسبنا فلان على كلمة قالة وحسبنا فلان على فعل قالته وحسبنا فلان لأنه ما جاء وحسبنا فلان لأن ما اندعانه رح تصفى ببحدك رح تصفى ببحدك لا أخ ولا أخت ولا عم ولا قال الدنيا لا بد أن تمشي لا بد أن تصفح التغافل هو التغاضي عن الدنايا التغاضي عن سفاسف الأمور التغاضي عن الأخطاء التي صدرت من الناس فيك أن تتغاضى عنها من أجل الله سبحانه وتعالى بشرط لا تكون هذه الافوات مما حققت باطل أو أبطلت حقا أو أنكرت معروفا أو نكرت منكرا أنكرت معروفا أو عرفت منكرا نسأل الله العافية سيدنا يوسف عليه السلام صار هذا الموقف معاه ويوم اليوم من الأيام وبعد سنوات طويلة أخوته أصلا يحسبون أنه هو ميت ألقوا في البيع وبعد سنوات ويلتقون من مصر فقالوا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يعني يحكون على أخونه يعني قضية وعلاقة مع أخوهم اللاخ اللي هو ابن يامين رجعوا تذكروا يوسف ويلقوا التهم على يوسف المسكين أنت زتيته وعمر كم سنة وبعد سنوات طويلة ترجعون أيضا تتكلمون عليه قالوا إن يسرق على أخونه فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولب يبتها لهم قال أنتم شروا مكانا والله أعلم بما تصفون إلى هالدرجة عفى عنهم إلى هالدرجة عليه الصلاة والسلام لما تجي إلى القرآن الكريم تجد أن الحديث عن التغافل اللي هو الصفح اللي هو العفو اللي هو الإعراض عن اللغو كل الأسماء تصلح لهذا الفعل العظيم توشع القرآن الكريم نشر هذه الآيات في قرآنه في آياته في سوره ويتكلم لك عن هذا الكلام الجميل ويحكي مع النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين يقول له ويحكينا عن حال المؤمنين وتعالوا نتأمل بهذا المقطع الجميل من الآيات الكريمة الله سبحانه عليه قل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك فاعفوا عنهم قفعد فاعفوا عنهم خلي جوات خط فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله القرآن الكريم يقول له للنبي صلى الله عليه وسلم وعفوا عنهم سلمهم خلاص أوفهم سبحانه وتعالى ويرجع القرآن الكريم يقول له الحبيب الله سبحانه وتعالى يقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم وأنذر عشرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اخفض جناحك من خفض الجناح للمؤمن أن تتغاضعا لأن الإنسان بحكم بشريته لا بد أن يصدر عنه ما يسيع لابد أن يصدر عنه تقصير لا يبد أن تصدر عنه أفعال فيها نقص فبحكم البشرية واحد يكمل للآخر خيره يصدر شره أما إذا صديقك الفلاني عمل فلان شيء مع السلامة والفلان عمل فلان شيء مع السلامة وفلانة عملت فلان شيء مع السلام ماكوحد ما رح يبقى كل حد الأواصل العلاقات الأهلية الأخوية العلاقات بين الأصدقاء لابد أن تكون متماسكة دائما إبليس شغله الشاغل أن يفرخكم إبليس شغله الشاغل أن يدخل بيناتكم يسمعك كلام طفل يسمعك موقف يخلي الإنسان يصدر عنه موقف حتى تبني حكم على إنسان من أجل موقف واحد وهذا أكبر خطأ نحن لا نحكم على الإنسان لا نحكم على الإنسان كله نحكم على فعله فقط أما عليه هو فلا بد أن يستر خيره شره بالنسبة لنا هذا خلق عظيم خلق الإسلام قال تعالى فاصفح عنه وقل سلام فسوف يعلمون الله سبحانه وتعالى يقول فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون خلاصة اللقاء خلاصة الحلقة مركزية الحلقة هي هذه الآية فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون كل سلام عبغة مشي ما يحتاج تخف ما يحتاج تدقق ما يحتاج تصل إلى حد أنه كأنك انت قاضي على الناس اللي حولك عبرة مشيها وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين الكلام عن الصحابة الكرام مع المشركين مع اللي اضطهدوهم مع الكافرين اللي اعتدوا عليهم وإذا سمعوا اللغوة أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين روحوا هذه خلاص وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة قالوا سلامة يا كرام الأذية والأشعار والمسبات والشتائم اللي قالوها الكفار في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في الوحي في الصحابة الكرام كثيرة جدا كانت تملأ الآفاق يعني تخيل وسائل الإعلام فيهم زمانهم وسائل الإعلام كانت الأهلية الأشعار والتجمعات والنوادي كلها كانت تحكي عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالسوء وعن أصحابه وعن القرآن وعن الوحي كل شيء ما وصلنا الصحابة ما جابوها ولا نقلوها ولا تأثروا بها تأثروا نفسيا نعم ردة الفعل كانت إيجابية هو هاي العظمة يعني يا كرام اللي يقرأ السيرة النبوية الشريفة يقف إجلالا عند هؤلاء الكرام عند الصحابة رضي الله عنهم كل هذا الضغط عليهم مقابيلم سلام مقابيلم سلام يعني أبلغ دروس السلم المجتمعي على مرة تعريخ من الله أنزل آدم على الأرض إلى التقوم الساعة عند الصحابة الكرام يأذوهم ويقتلوهم ويشردوهم ويهجروهم ويمعون عنهم الطعام والشراب والبيع والشراء والنكاح كل شيء ممنوع عنهم وردت الفعل سلام ردت الفعل سلام ردت الفعل سلام هذا القرآن الكريم قلّم للمؤمنين صيروا مثلهم قلّلنا صيروا مثل الصحابة قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون لاحظوا يصبق الدم بعدين حكى عن الزكاة بعدين حكى عن بقية الصفات قدم الإعراض عن اللغو ثاني صفة خلّها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صعد الحديث عن الإعراض عن اللغو صعد ثاني صفة مهمة جدا لأن العلاقات حتى تستمر مع من تحب تغاضى حتى تكسبهم حتى لا تخسرهم ومع من تكره مع من آذاك اتركوا لله حتى تأخذ الأجر عظيم يوم القيامة كلامنا اليوم في حلقتنا السبتعش عن التغافل سنأخذ فاصلا نصلي فيه على الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم نواصل قمر أطل على البارية من حراء سان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء سان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهر بسم الله الرحمن الرحيم اللؤلؤ والمرجان والحلقة رقم 16 وحديثنا اليوم عن التغافل التغافل أن تتغاضى عن النواعن أن تعبر الخاطرهم خاطر أحبابك عبر الأخطاء التي تتصدر عنهم وتعالوا لنسمع أمنا عائشة الله يرضى عنه هي تتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن خلقه عليه الصلاة والسلام قالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم ما يجزي بالسيئة السيئة ما يجزي بالسيئة السيئة ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم إذا واحد عمل خطأ كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن سيدنا النبي عليه صلى الله عليه وسلم أن يبين للمسلمين أن هذا خطأ فكان يقول ما باله أقوام يجمع الناس ويقول ما باله أقوام ما يقول فلان عمل فلان شيء يقول ما باله أقوام ما باله أقوام صلى الله عليه وسلم النبي اللهم صلى الله عليه وسلم عليه أدقق في هذا الحديث إلى جمال وعظم تخلق النبي صلى الله عليه وسلم الكفار قريش كانوا يسمون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاشة يسمونه مذمم مو محمد يسمونه مذمم الأشعار ماله قبل قليل حكينا لكم وسائل الإعلام كله عليه صلى الله عليه وسلم بالسوء وباللعن والنبي صلى الله عليه وسلم شوف القلب الرحيم الرقيق يقلمنا صحابه ألا تعجبون ألا تعجبون فإن قريشا تذم مذمما وتلعن مذمما فكيف يصرف الله عني شمت لعن قريش ألا تعجبون كيف يصرف الله عني لعن قريش فإنهم يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الحكي ما جاي علي الحكي رايح على واحد اسمه مذمم مو علي صلى الله عليه وسلم لا لا النبي صلى الله عليه وسلم يقلم للأصحاب قال لا تخبروني عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر صلى الله عليه وسلم والله كل حديث يحتاج حلقة وحلقات وحلقات صلى الله عليه وسلم نحن نذكر انتباعا حتى نغذي الموضوع كاملا صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة بحكم بشريتهم اللي مننا من كان عنده بالجاهلية أشياء النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تجون لا تحكوا لي عنهم لا تحدثوني عن أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر صلى الله عليه وسلم لا تحكوا عليه لا يرجع النبي صلى الله عليه وسلم دلخص لك حديث الحديث عن التغافل يقول عليه الصلاة والسلام أقيلوا أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم أنت لما عندك ناس هذا أخ وهذه أخت هذا صديق هذا جار هذا إمام مسجد هذا مؤدن المسجد هذا العام الفلاني هذا صاحب المحل الفلاني تطلع منهم هافوادي بحكم البشرية النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم يعني عبرولمية ذوي الهيئات اللي هي الشخصيات المهمة عبرولمية مو كل زلة يعني الخطيب طلعت له خطأ إمام طلع له خطأ عبر عبر الشيء لكثير المعروف الكثير اللي يعمله ما يصير تحكم عليه من خطأ واحد يصدر عنه عظمة بالإسلام يصنع الرجال يصنع مجتمع متماسك متآلف والأتغاثة تعالوا خلي على السريع انطوف مع بعض الأمثلة من الصحابة والتابعين رضيان الله عنهم وارضعهم عمر بن عبد العزيز عيمشي بالمسجد عمر خليفة المسلمين عيمشي بالمسجد أثر بأحد الناس النايمين يعني هو نايم يعني الشخص نايم فالنايم قال أم جنون أنت أم جنون يعني أنت مجنون مع أي من يتكلم مع عمر بن عبد العزيز هو النايم يعني هو المشكلة بينه فقال سيدنا عمر بن عبد العزيز أنا عمر قال له أنت مجنون قال لا أنا عمر خلاص قال له يا بدأ جاوبه قال هو سألني سؤال قال أنت مجنون قلت له أنا عمر يا جماب هاي البساطة هاي نفوس عظيمة هاي نفوس عظيمة هاي نفوس عظيمة يا كرام سيدنا ابن السماك محمد ابن السماك من كبار الصالحين جاءنا واحد قال له غدا بيني وبينك غدا نتعاتب شوف الكلام قال له رح أجيب لك في اليوم واجي أنفتح بيك فسيدنا ابن السماك قال لا تقول ذلك قل بيني وبينك غدا نتغافر نتغافر واحد من سبحان الله عبروها عبروها لما يوصفون سيرة صلاح الدين الأيوبي صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لما يوصفون سيرته شوفوا ما نسوا كلمة التغافل يا جماعة رواة التاريخ روونا دقائق في الأمور قال كان صلاح الدين كثير التغافل عن أصحابه وإخوانه كثير التغافل عن أصحابه وإخوانه وكان يلقى الإنسان يلقى الشخص الذي قد آذاه فلا يشعره أنه قد آذاه يعني هو يلتقي بالناس كن أذونه ما يبين لمية وكان صدره ما يحمل عليهم عموة ليش صار قائد عظيم؟ لأن القائد يبدأ القيادة تبدأ من السيطرة على النفس من السيطرة على المشاعر من السيطرة على العواطف ثم تنتقل إلى الآخرين ابن القيم رحمه الله يقول كلام جميل على بساطته لكنه مهم يقول يا ابن آدم بينك وبين الله خطايا وذنوب وإسراف وبين الناس وبينك خطايا وأخطاء فإن أنت كنت ترجو أن يغفر الله ما بينك وبينه من خطايا فاغفر ما بينك وبين الناس فإن غفرت ما بينك وبين الخلق غفر الله لك ما بينك وبينه سبحانه وتعالى نحن بداية اللقاء تكلمنا عن مسعود بن محمد الهمذاني اللي قال الماضي لا يذكر وكيف رب العالمين عاملوا يوم القيامة قال له الماضي لا يذكر رب العالمين جل جلاله قال له الماضي لا يذكر كما ورد فيما ذكرنا في بداية اللقاء أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل جاء واحد فأغلض عليه في القول وبدأ يتكلم يتكلم يلح بالكلام ويشتم بالكلام فسيدنا أبو الدرداء إلى أن كمل هذا الرجل قال يا أخي دع لي الصلح موضعا دع لي الصلح خلي لك مجال حتى نصالح بعدين أنت لا كله تغطعها لا كله تصفرها لا كله تسودها للصفحة دع لي الصلح موضعا شوف شوف تلميذ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شون يتكلم دع لي الصلح موضعا فإننا مهما عصيت الله فينا فإنا لن نزيد على أن نطيع الله فيك قال إنت يش قد تعمل معاصي فينا كوي أكثر شيء راح نعمله معاك أن نطيع الله فيك خلق عظيم خلق عظيم يا كرام الأعمش رحمه الله الإمام الأعمش يقول إن التغافل إن التغافل يطفئ غضبا كثيرا إن التغافل يطفئ غضبا كثيرا هو هو بن آدم من إيش أمراضه تزداد من القولون من القلب من المغثات من التدخين بعد المغثات كل هذه سببه ناس يعني تسعين بالمئة أسبابه ناس هذا غثوا وهذا زعلوا مديروا بالشغل تعبوا التاج الفراني غدر بينوا مع فاش إذا هذول أخطاء ما دخلت القلبك ما دخلت على جسمك راح تبقى متعافي وإذا دخلت بجسمك راح تتأذى إذا تتفاعل مع كل خطأ إذا تتفاعل مع كل سلبية أنت جسمك حياك التقل جسمك ما راح يتحمل كثير من الناس أزمات قلبية وأزمات بالجسد وأمراض بالقرون سبب التفاعل مع الأحداث لا تفاعل عبره مشيها حتى تكون على جادة الصواب تكلمنا اليوم يا كرام عن خلق عن فن عن عبادة عن فضيلة اسمها التغافل عن أسلوب حياة أنت متريد ترتاح جسمك يرتاح قلبك يرتاح عقلك يرتاح دينك يرتاح عبر عبر المحبين لازم تتغاضى الخاطر محبتك اللهم واللي أذون من غير المحبين اتغاضى الخاطر رب العالمين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ستشعر بنشوة نشوة جميلة رائعة في القلب حين تتغاضى عن الناس وتعفو عنهم ستكون في يوم القيامة من الذين يقفون بين يدي الله ويقولون يا رب عفونا عن فلان وتجاوزنا عن فلان فتجاوز عنا لعض الله أن يتجاوز عنا وعنكم ختاما نسأل الله العافية في الدين والدنيا والآخرة إلى لقاء آخر بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة من جاء غيثا للقلوب مطهير اشتركوا في القناة